بحجم لغة الانتقام الإيراني عبر حرسها الثوري في التواعد دوما لمواجهة أمريكا وإسرائيل وعبر وكلائها في المنطقة جاءت سعقة القرار المفاجئ بسحب الحرس الثوري لكبار ضباطه وتقليص أعداده في سوريا بما وصفته وسائل إعلام بقرار الهروب من الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مقرات وعناصر للحرس الثوري في سوريا القرار الذي قرئ بردود فعل نشطاء بلغة الهروب وصف بحسب كثيرين على أنه ضرب في الصميم وجهتها واشنطن على وجه الخصوص لطهران سيما بعد أن اتهم الرئيس الأمريكي والبنتاجون إيرانا بدعم أذرعها من حوثيين وفصائل في سوريا ولبنان بالسلاح والعتاد لشن هجمات تساهم بزعزعة الاستقرار في المنطقة الحرس الثوري الذي تعرض لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سوريا والتي قتلت فيها الضربات الإسرائيلية أكثر من ستة من أعضائه بينهم أحد كبار قادة المخابرات في الحرس الثوري قالت رويترز أن هذا القرار يتمثل بتفادي صراعا محتدما تخوضه إيران مع إسرائيل وأمريكا لكنه بحسب خبراء قرار يصب في حسابات القوة الأمريكية التي تعي إيران جيدا أنه لا يمكن اللعب معها في سياق الرد على الضربة التي استهدفت جنودا أمريكيين قبل أيام والتي قلبت حسابات قراءة دول منها روسيا بلغة الإسراع في التهدئة بالشرق الأوسط سيما مع تصريحات مدير المخابرات الأمريكية عما يشهده الشرق الأوسط من أوضاع قابل للانفجار لم تحدث منذ أربعة عقود المشهد الذي يقرأ بنقطة ضعف سجلت في ورقة الحرس الثوري قرأت كذلك في الأوسط الغربية على أنها مرحلة فتحت بابا عنوانه إيقاف التمدد الفصائلي المسلح في المنطقة والتي تعتبر إيران الداعم له بعد تزايد العملية العسكرية في المنطقة اشتركوا في القناة